في غرب العراق اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية ما سمته بالميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم الحرب في الشرق الأوسط يتسع نطاقها ولا يضيق القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان أن ميليشيات مدعومة من إيران في غرب العراق استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بعدد من الصواريخ والصواريخ الباليستية وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة اعترضت معظم الصواريخ فيما أصابت بعضها القاعدة وأضاف البنتاجون أن الهجوم أصفر عن إصابة عدد من العسكريين العراقيين والأمريكيين تأتي الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن في سياق توتر إقليمي تغذيه تداعيات الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وحركة حماس الفلسطينية التي تؤيدها إيران في نفس السياق قتل السبت خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني من بينهم مسؤولان رفيعان في غارة في دمشق حملت طهران مسؤوليتها لإسرائيل وهددت بالرد عليها كما شنت طهران مساء الاثنين هجمات بصواريخ باليستية على إقليم كردستان في شمال العراق قالت إنها استهدفت موقعاً يستخدمه جواسيس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموسعد وفي السابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ويشبك من الفصائل المسلحة الموالية لإيران مسؤوليتها عن غالبية الضربات التي نفذت بصواريخ أو بطائرات المسيرة محمد طهر بي بي سي اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ ضربة جوية قتلت مسؤولاً في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبي وثلاثة عناصر آخرين في العاصمة السورية دمشق توعدت طهران بالانتقام في الزمان والمكان المناسبين بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية